منطقة النقد بمديرية الصلو هي التي نتواجد فيها حاليا هذه المنطقة تقع تحت سيطرة قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المتمثلة باللواء 35 مدرع هذه المنطقة التي تشاهدونها الآن هي منطقة حمدة وقد حاولت ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح خلال اليومين الماضيين التسلل إلى هذه المنطقة وتمكنت من الوصول إلى هذه التبا وهذا الدار الذي تشاهدونه حاليا حاولت الميليشيات من خلال هذا التسلل وهذا التقدم قطع خطوط إمداد اللواء 35 مدرع الذي يتمركز في مديرية الصلو القادم من هذه المنطقة والتي تسمى منطقة بني يوسف في مديرية المواسط قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنت من دحر عناصر ميليشي الحوثي والمخلوع صالح من هذه المنطقة التي حاولوا التسلل إليها بالنسبة لخطوط المواقهات هي تقع في هذه المنطقة أمامنا هنا المناطق التي أمامنا هي مناطق تماس بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبهذا فشلت محاولة الميليشيات الالتفاف على مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في منطقة الصيرتين عفوا ومنطقة المقاطرة وتم دحر عناصر الميليشية من هذه المنطقة فواز الحمادي قناة بالقيس تعيز